بسم الله الرحمن الرحيم منقمة عظيمة والصيغة للصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تخفر لك بها ذنوب ثمانين سنة أو أكثر وسأقول حضرتكم الحديث وأدلة تحسين الحديث والمنقب العظيم لهذا الحديث أو هذه الصيغة روى الخاطب البغدادي وابن شهين في الترغيب وحسنه الإمام العراقي وحسن الحديث أبو عبد الله بن النعمان قال عليه الصلاة والسلام طبعا فيه رواية عن سيدنا أبي غريرة الصلاة علي نور الصلاة علي نور على الصراط فمن صلى علي يوم الجمعة تمانين مرة وغفرت له ذنوب ثمانين سنة هذا الحديث له أكثر من شاهد أولا شاهد الأول حديث الذي رواه الإمام الديلمي من صلى علي يوم الجمعة مائتي صلاة وغفرت له ذنوب مائتي سنة وعزاه السخاوي أي حسنه السخاوي فهذا شاهده دليل حديث آخر رواه المناوي في فيض القدير وضلقتني وغيرهم من حديث أنا سيد مالك قال قلت ووقفا بإن يد يا رسول الله فقال من صلى علي الحديث الأول بيقول الصلاة علي الصلاة علي نور على الصراط فمن صلى علي ثمانين مرة في يوم الجمعة أو يوم الجمعة غفرت له ذنوب ثمانين سنة في حديث ثاني رواه الإمام الدالمي من صلى علي يوم الجمعة مائتي صلاة وغفرت له ظنوب مائتي عام. عزاه او حسنه السخاوي. شاهد ثالث حديث رواء من طريق عن طريق انس ابن مالك. والاولاني ده عن طريق ابي هريرة. ده عن طريق انس ابن مالك. رواء ابن اس ابن مالك وراه الامام المناوي في فيض القدير والضرقتني وغيرهم. من حديث انس ابن مالك. قالوا كنت واقفة. بينها يدعي رسول الله. رسول الله. فقال من صلى علي يوم الجمعة تمانين صلاة وغفرت له ظنوب تمانين سنة. فقال bikes. an خل garage. كيف نقول? قال له قول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي. وتعقد واحد. فالصداة تقول هتاعمين مرة. هي في بقى الجمعة. تخف bulunك قبل الغهوب تمانين سنة. كان يأتها مئة مرة تخفى لك نunku بميت سنة. آخت مئة مرة تخفى لك قبل ميتين سنة. كان يأتها ٣مية مرة تخفى لك تارث مئة مرة تخفى لك تثلوب ٣٠ سنة وانزادة في حساب. طبعا دي منقبة عظيمة جدا لا ألمه أكثر الناس من غفران الزنوب وهذه الصغة يقوي هذا أيضا ربما سبحانه وتعالى في صوت العراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وحلوا لهم الطيبات ويحالهم عليهم الخبائس ربما ربما سبحانه وتعالى أسنع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الرسول النبي الأمي لجد في الحديث وأعظم إعجاز في بحثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي أمي علم العالم فرسول من صفاته أنه رسول وأنه نبي وأنه أمي فإعجاز أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي رسول صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم هو رجل أمي لعلم الكتاب والقراءة فربنا ما قالش على النبي أمي غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله سبحان الله لديه أصرب عبده وقبضية خالصة عشان عدم مغالا فيه وأنه ليس بابن الله إذا ما قاله ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي وأنه رسول وأنه أمي فإذا القرآن نفسه يقوي هذا فإذا نعمل استغاضية ونحتسب هذا الأجر في يوم الجمعة أكتب لكم الحديث كلها في الوصف ونستخدم هذا الكلام ونشاهده فإذا قوله قبل هذا أستخدم هذا ترجمة نانسي قنقر